موسيقى مساء الخير في صالة السينما حيث عالمه الحقيقي وعالمنا الخيالي صديف المشهد المخرج اللبناني الفرنسي زياد طويري على شاشة البي بي سي أهلا وسهلا مرحبا زياد زياد غادر كطالب وهو في العشرين من عمره بيروت مدينة الحرب الأهلية مدينة الحروب الصغيرة الحروب الكبيرة والاشتياح الإسرائيلي يكمل دراسته في الولايات المتحدة الأمريكية عاد بعدها إلى مدينته ليخرج أحد أهم الأفلام السينمائية عن الحرب اللبنانية وست بيروت وهي مشاهد لمراهق عن المنطقة الغربية أي منطقة النفوذ المنظمة التحليل الفلسطينية والحركة الوطنية بعد وست بيروت كان هناك فيلم ليلا تقول ذلك وهو عن المجتمع العربي داخل المجتمع الكبير الأوروبي أيضا فيلم الصدمة المقتبس من رواية ياسمينة خضرة والذي صور قسما منه في إسرائيل وقسما منه في فلسطين ولكن بعد هذا الفيلم قرر دويري مغادرة لبنان إلى فرنسا لكنه عاد مرة أخرى عاد إلى مدينته ليصور فيلم الأخير قضية رقم 23 قبل العرض الأور في لبنان زياد دويري أوقف لبعض الوقت في مطار بيروت وصدرت جواز سفره الفرنسي واللبناني قبل أن يمثل أمام المحكمة العسكرية ويبرأ من كل التهم وأهمها التطبيق مع إسرائيل أهلا وسهلا مرحبا جزي seasoned ما رح نحكي كل شيء زياد الدويري ولكن حقيقة أنت أهم المخرجين اللبنانيين من جيلك العرض الأول لقضية رقم 23 في بيروت كانت ليست فقط حماية لزيادة الدوير بعدما حصل معه في مطار بيروت ولكن كانت وكأنه تعبير أيضا شعبي وسياسي بأنه للمرة الأولى هناك عمل فني يتحدث عن المسيحيين أو عقلية المسيحيين أو كيف يفكرون في الحرب الأهلية اللبنانية سؤالي الأول لماذا برأيك لم يستطع الميليشيات المسيحية أن تعبر عن رأيها وأن تحمي قضيتها إذا كان هناك قضية لقد أصبح الفلسطينيون بسبب انحرفات قياداتهم مرفوضين في كل لبنان ينشئون دولة الخطة المهم أن لا يبكوهنا بفتكر أنه بعد انتهاء الحرب في سنة 1990 بفتكر مع مقتل بشير جميل شو ما أنت تفكري أو شو ما نفكر عن مسيرة بشير جميل أو سمير جعجع بعد مقتل بشير جميل وبعد سجنه لسمير جعجع وبعد ما سلمت القوة كل جميع أسلحتها بفتكر أنه شعر المسيحي إلى نوع من الأحباط بعدين ما تنسي أنه محكمة سمير جعجع كسرت الشوكي يعني أنا تعرفت كثير على مسيحيين من بعض رجوعي من وست بيروت على طول في نوع من الخوف نوع من التهميش للمسيحيين خاصة أنه المسيحيين ومجرة صبر وشتيلة كان كثير على علاقة يعني كل ما يدق الكوز بالجرة المسيحيين ما عم بحكي عن كل المسيحيين فمجرة صبر وشتيلة والتعامل مع إسرائيل أعتقد أنه هالكتفين اللي مخلوهم يدافعوا عن قضيتهم إذا كان هناك حطوها بالختم بدي أقول لك جزال أنا سنة 83 كنت ببيروت الغربية لما صار في الاشتياح الإسرائيلي وأنا شخصيا زياد بويري وعائلتي ما قدرنا نترك بيروت يعني بتتذكري فتحوا البوايب مرة وفي كتير ناس ترك كو أهلي ما قدروا يتركبهم الفترة كان فاضل ببيروت 200 ألف ساكن ببيروت الغربية وبعد بتذكر قديش كانت شبحية المدينة ما كانش في حدا بوقتها ما كنا نتحرقص بسبب الهجوم الإسرائيلي كنا نزعل أكتر لما نسمع أنه سكان منطقة الشرقية عم يكبوا الرزق على الدبابات الإسرائيلية لما فات لما سولانجة جميل ركبت على الدبابة الإسرائيلية كان فيه نوع من الغضب الهائل لما بي مرة قطع على المتحف وقفوا حاجز قواتي وراكين في الحاجز الإسرائيلي إجا بي فوت التأبي صاحبه كان كتائب يجيب له خبزه وكاز بعد بتذكر مثل المبارح كان عمره 19 سنة يعني هو برجع بي وقفوا الكتائب وكبوله الرز وكبوله الخبز قال له رجع عن العرفة تبعك يعني عم بحكيك بين زياد دواري اللي عاش ببيروت الغربية وكان عندك حقد على هذه الميليشيا المسيحية الحقد كلمة ماشية تجاهي اللي نحنا اللي أنا شعرته اللي نحنا شعرناه كبير كتير أنه العملاء التعفي الليستة كتير كبيرة خلصت الحرب نقتل بشير جبايل خلصت الحرب بعدها بثماني سنين في شي نقلب بالتاريخ طبع المسيحيين المسيرة المسيحية اللي ماشي فيها نقطعت كتير خلصت كتير برجوعي على وسط بيروت أنا بعد راجع بثلاثة وثمانية أنا رجعت سنة التمانية وتسعين تماني سنين بعد ما خلصت الحرب بس أنا عقلي ونفسيتي بعدها بثلاثة وثمانية يعني أنا ما عاشت التسعينية وتسعين ما عاشت حرب الإنغاء وما عاش شي لما رجعت كان عندي بعد بحذر طبعاً كان بعد عندي رفض أو شو بقوله ريزنتمنت للشريك الآخر في المبعب إيه أنا عم بشتغل مع مسيحية بيباس بيروت ونو كارمن لبوس وبيت الحداد وبيت المبعب كل التقنيين والمثلين اللي كانوا معي تقريباً كلهم كانوا مسيحية من الشرقية عمر أيمي بالإذن يعني لما قلوا لبي بابا خدني على السوديكو بالنسبة لقلي في قطعة حاجز ما بق في حاجز قلتلوا قدية بعيدة يقل السوديكو بعيدة عن كونيش مزعها ثلاثة دقايق بالسيارة بالنسبة لقلي بعضها بعيدة كان عندي نوع من الحشرية تجاه الآخر تجاه المسيحي العدو وبنفس الوقت كان عندي بعض الحذر كنت حذر ليش؟ بتذكر أنا كتير هلأ عم فكر فيها بالهايدا عم ترجعيني للماضي طبعي عم بتخليني أفكر فيها بالنسبة لقلي زياد دويري لما كنت بالليسي المدرسة الفرنسية اللي كانت بالشرقية ورجعت نقلتها على الغربي لأنه ما كان فينا نقطع يلي كان أكتر شيء يقهرني عند المسيحيين هيك إنه نفكر هو التعجرف المتكبر كنت أنا زياد دويري فكر إنه تعامل مع إسرائيل أوكي بس اللي بيقهر أكتر إنك كنت متكبر إنك تنظر علي من فوق كنت نفكر كنت تشعر بذلك؟ كنت كتير أشعر وحيطلع بالمدرسة؟ ما كنت عم بقلك مش مسيحية الغربية انتبه عم بحكيك إنه نحنا كنا نفكر لا اللي ساهي في المنطقة السرقية يعني المنطقة المسيحية كنت تشعر إنه كان كنت أنا أشعر بوقتا بهذه العنصرية؟ إنه كنت أشعر إنه المسيحي بيطلع من فوق على المسيحي لأنه يتكلم أفضل لغة فرنسية بيحكى لهم بيوتهم ديكورون أحسن يعني أنتو بتشتروا من عند جالوري ما بعرف شونا نحنا مشتري معا فيه 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 هي مش طبقية طائفية؟ ما بفتكر بلبنان مخلوطة مع بعض طبقية طائفية ما بعرف بس يلي أكتر شي بيقهر هو إنه هيدا نظرة من فوق ما كنت إبلعها كنا نفكر لا أنا استعملت بقضية رقم 23 استعملت لما بيقول له نحنا ما عفبين أنتو مسيحية لبنان ولكن هذه لغة الشارع يعني لستعملتها لغة الناس يعني المقاتلين بالنهاية طبعا نحنا كنا مقاتلين كانوا مقاتلين تماما أهلك كنا نتحدث يعني قبل استوديو وقلت لي قلت لي أنا بعرف أنه أهلك يساريين قلت لي لا أبدا أهلي عملوا إذاعة صوت لبنان العربي اللي هي يسارية اللي هي كانت للمرابطون كانت للمرابطون يعني الميليشيا السنية الوحيدة اللي عرفها لبنان مزبوط لأنه السنة عادة لم يحاربوا ولكنهم ذهبوا إلى فلسطينيين وإلى منظمة التحليل إذن هذه الميليشيا اللي انتهت أمك دارت الراديو لمدة سنتين كنا بعدي بتذكر كتير منيح كان عمري 13 سنة كنا ناخد السيارة ونصف قدام جامع عبد الناصر اللي هو على كورنيش المزرعة ونفوت من البوابة أمي تلبس الحجاب لحتى تفوت على الجامع وقتها لا تفوت على الجامع بدك تلبسي هاي هي ما بتبقى حجب أمي ما بحياتها ما لبست الحجاب حاربت الفكر تطرف بس تفوت على الجامع كأنه فيتين نصلي صحيح وفي بوابة تنزلنا ثلاث طوابئ تحت الجامع بيه غرفة أربع خمس متار مربع فيه والدي يلي كان يكتب أمي كانت تكتب وتزيع وكان فيه مهند الصوت والأنتين كان معلق على الميدانة كان صوت لبنانة العربية صوت الجماهير صوت الحركة الشعبية ما بنساها كنت ميت مرة نروح لهونيك بس كانت سرية يعني ما كنا يعني بالمدرسة ما كنا مسموح نعرف أنه يعني كانت هيت داخل الجامع ياريت عنا صور يعني في الطبقات الصفلة للجامع فيه ثلاث طوابئ تحت الجامع فيه أوضة كتير صغيرة بطون كان فيها ميكروفان وستوديو واحد المهندس الصوت كان اسمه هيشان بعده عايشته هلا وكان مربوط بشريط كهرباء لفوق الميدانة هو الإرسال يعني من هنا جاء حبك للصوت للإعلام للسينما لأنهم مرتبطين من هنا إجينا التعلق بالقضية الفلسطينية قلت على كل حال أنه ما حدا يزايد علي بموضوع القضية الفلسطينية هناك أقارب لي قد استشهدوا للقضية الفلسطينية من هم يعني؟ ابن خالت كان رئيس كتيبة المرابطون يلي نزلوا على حرب الفنادق في ستة وسبعين حرب الهولي داي إن طعفة الهولي داي إن كان أوتيل موجود ببيروت الغربية على خط التماث الكتائب سنت ستة وسبعين سيطروا عليه ويستعملوا كنقطة أنص ابن خالت مصطفى بواب كان رئيس كتيبة المرابطون كان عمره 23 سنة طحشوا لتحرير الفنادق يلي صارت مع الأول يسرية بوقت كان أول أشخاص استشهد أول أشخاص استشهد انقتل بالأنص بتذكر هذه اللحظة؟ بتذكرها كتير منيح بتذكر كتير رجعت على البيت لقيتها لأم منهارة وعم تبكي قال لي باية عمل لي هيك قال لي مصطفى راح ونزلنا بعد بيومين رحنا على العزة أم كانت منها ابن أختها يعني صور مصطفى بواب بكل بيروت يعني كان كتير معروف بوقتها وطلعت الأخبار كيف صارت إنه واحد تاني تقنص جرب ابن خالتي مصطفى يشد بالحبلة طرقوا بالهادة تقنص بعد ما نقتل بيومين الكتيبة المرابطون معه فتح طلعوا وقتحهم وقتاله ذو اللي دايقين ويومتها كبوا الكتائب للطابق العاشر بتذكرها رمون من فور بتذكرها كتير يعني هاي دي القصص الحركة الوطنية أو الفلسطينيين نعم رموا الكتائب من الطابق العاشر طبعا هي حادث مشكورة وحكايت فيها بواس بيروت أبو حنش صحيح حكايت عن يمكن ما في كتير ناس فهموها لأنه قصصة تير حصلة اللي منه اللبنانيين وفي الحرب بوقتها فيه حتى اللبنانيين ما عرفوا من هو أبو حنش تفق أيضا كتير من الناس الغير لبنانيين يستغربون الأحقاد يعني نستطيع أن نظهرها بأوقات معينة ولكن في الحياة اليومية هي غير موجودة نظبوط وأعتقد أن هذا الشعب نفتكر السينما بتلقط كتير من إحكمها نظبوط طبعا لأنه هي الأوقات اللي بتتذكري أكتر شيء ما هي الحادثة أو المشهد اللي جعلك أن تقبل هذا الآخر المتعجرف اللي قتل ابن خالتك اللي كل عائلتك كانت ثقافيا وفكريا ضده لماذا ذهبت إليه؟ ماذا أردت أن تعرف؟ أو ما هي الحادثة السياسية المعينة في هذا البلد التي قلبت المعينة؟ فيه شغلة يجب تعرفيه أنا كبرت ببيروت الغربية كمراهق أنا بشخص يمكن هذه الجينات طبع الإنسان عندي نوع من الحشرية بدون شك أن عندي ردة فعل كتير قوية تجاه المسيحيين بسبب تصرف الحرب وبسبب التعامل مع إسرائيل وكل شيء بس بنفس الوقت لبنان بلد خلطة غريبة عجيبة يعني أنه سلطة أخضر وبندورة وجبنة وبرمزان بس مخلوطة بنفس الوقت ما فيك تفصلية عن بعض يعني ما فيه عندك العدو المطلق غير موجود غير موجود صحيح أنت عرفت شو قصدي طبعا طبعا بوقت أنا برهقت في بيروت كان عندي حشرية كتير شو عم سير بمنطقة شرقية يعني كانت هاجس عنا من لما من وقت لوقت تفتح الحدود على المتحف ونقدر طعا في زميل لقلي كان بيقربوا لأنتوان غانمي اللي بيقل بيكون جو مرت خيه جوز أخته لخالد كنا نقطع النائب الذي ختل سنة 2006 زميلة بيكون خاله لأنه كان نص مثل من نص مسيحي كان عنده علاقات بالكتائب كان يخلينا نقطع لما كنت قطع على حاجز الكتائب كنت موت رعبة علم الكتائب بالنسبة لأيلي وحيات الله كان مثل المحرع كان واحد ريعت دبح بس يقل لي خالد مايكل لك فكر مبارح حكيت عنه في الاسباس بميل كان بالنسبة لأني مثل المكة لو رح نكتشف شو عندن هون الانسحية بالاسباس بميل فتح عندكم مطعم بوقت على الأوتوستراتي يعني هو مركز للمطاعم والصلاة السينما إيه إنه نحن الحمرة بيروت الغربية كنا أم الدنيا أنتو ما كان عنكن شي المسيحيين نحنا كان عننا السينمايات وقتال كومودور والجاوسيس بالصحفية هلأ عم نحكي مسيحي مسلم في هذا عم ترشعين إلى الخلطة وسبعين إنو عم بقلك كيف كان زياد فيه كان نقطة حشرية تجاه الآخر ولي باشير في التاريخ بسكلة رجع معلم بدروع المحل هونيك شايفو هونيك روحة رجعو لي روحة بلا رجعو سبعة من هيتلو بدروعو ما قدرناش ناهوت ليش أكوات انت هلأ فيه شغل بدقلك إياها كان عنا ست ساكنة عنا بالبنائي اسمها دولي سعد بنيتنا ببيروت الغربية فيها مسلمين وفيه مسيحيين دولي سعد بقيت كل الفترة دولي سعد كانت أجمل مرة عايشة مع أمه ميلو وبنتها جريس سعدي اللي تجوزت وسيمة البارا أوكي كانوا ثلاث نساء جميلات جدا كتير ترك عليها الأثر إنو هن مسيحية بس كتير أوادة عمري 12-13 سنة بقصدين المراهقة أنا ونازل على الدرجة من الطابق التام اللي أنزل أمره يكون عم تفتح البيب دولي سعد بالقرب عينات كانت ساكسي صدر جسم تدخين ويسكي رجال بالنسبة للي كان هيدا المسيحي بيفتح الباب ما بتلاقي هالتصرفي كتير في المجتمع المسلم المجتمع المسلم السني محافظة أكتر كله هيدا تراكمات بتترك أثر يعني ما فيش تخلطة الحياة الجنسية والحياة الطفل من السياسة كله مخروطة في لبنان طيب رحت على منطقة شرقية مع بنخالتك وخايف من الكتائب أي دي كان همراء سنة ستعاشر سنة عز دين المراهب ماذا رأيت ماذا شاهد اديقت أنه طرقاتكم كانت نظيفة أنه ما كان في عنكم زبالة على الطريق وكان في ديكار أحلى نحن عندنا كان عندنا عشرين حزب بالغربية حزب الاشتراكي وحزب النجادة وحزب المرابطون وحزب البعث وحزب الشيوعي ومنظمة العمل في كتير عندنا أحزان هلأ بنفس الوقت نحنا كنا نفتخر بالفوضى لأنه كنا بالغربية نقول هن بالشرقية المسيحية عندنا حزب واحد حزب توحيدة شمولة نحن فاشستي أنا عزيلا عندهم الفكر الواحد نحن بالغربية عندنا فوضى بس عندنا كتير أفكار مش غلط كتير التفكير كمان يعني كان فيه نوع من التعددية الفكرية يلي يمكن كمان أنا تأثرت فيها إلى محل بس كان الفوضى عندنا كتير كنت قطع على الشرقية جزال كنت ادايع وبلنفس الوقت كنت غار سنة الثلاثة والثمانين بعد الأشيح الإسرائيلي ضبضبت الغراضية خرجت المدرسة سفرت على أمريكا مرجعت لسنة الثمانية وتسعين البعد من البلد بيسمح لك تاخذي مسافة أنك تنظر إلى الوضع بشكل مختلف إذن الهجرة اللي جعلتك أن تعود وترى هذا الآخر ليست مظاهرات 2005؟ هلأ مظاهرات 2005 وحدت حطت الختم على تلاحهم بفتكر أهم نقطة بتاريخ لبنان الربيع العربي بلش تنة 2005 ما بلش بتونس بلشت لألفين وخمسة أنا برأي أكبر مظاهرة صارت هيدا لعملك الاندماج الحقيقي؟ لا الاندماج بلش قبل لما تعرفت على جوال زوجت اللي كانت زوجت تعرفت علي سنة 1998 بخروج بواسط بيروت وتعرفت إلى الطرف الآخر هلأ ما بقدر إليك أنه ما فكرت كنت أنا واعي بنوع العلاقة أنه أنت عم تطلع مع الطرف الآخر ومش بس الطرف الآخر جوالتوما من بكفية ضيعت بشير الجميل ضيعت بير الجميل يعني أنا فيت على المخيم العدو يعني مش شاء بالنسبة أنت عم تضحكي هلأ لو بالنسبة لك هذا الشي طبيعي بالنسبة لك هذا ما كان شي طبيعي عرفت كيف عنده بياخد وقت لكن فيك تسقط دولة بيوم واحد فيك تسقط نزام ديكتاتوري بيومين العقلية بتاخد سنين لها تمحية العقائد اللي نحن نورطها ألم تذهب يعني من تطرف إلى تطرف آخر؟ أنا أصبحت متطرف إلى حد ما نعم أصبحت متطرف بس بفتكر أنه منسيت يلي حامله يعني لما تتعرف على سمير جعجع وتسمع وتتعرف على هذا الشخص اللي كرهتك لحياتك وتلاقيه مش متل ما أنت تصورت لما تسمع يشوف خطبات بشير جميل لأنا ما سمعت في بيروت كان ممنوع ما سمع حتى لو سمعت وصلت لهون في عندك رقابة ذاتية تمنع وصول حديث بشير جميل بس بنفس الوقت جزال حرب معقدة كتير لما تعرفت على جوال سنة 98 غربت فيها عم تتغرمي بالعدو تطلعي بتتعرفي سهرات هي تقدمت قطعت 1990 بالحرب وحرب الإلغاء هذا أنا لأ أنا كنت في أمريكا لما أخذت الحرب أخذت شوية وقت وبلشت بفتكر الحب الحب والتعرف وجهاً لوجها عندما بتنامي في نفس السرير مع شخص بيكسر حيطان كتير أنا ما فيك تضمك عفتكير مع أنه أهلي ما كان عندهم مشكلة معهم أبداً يعني أهلي كانوا كتير علمانيين لأنهم عاشوا من التسعين لثمانا وتسعين يمكن هذه المصالحة الوطنية الشعبية وليست السياسية بدي أقلك شغلة أهلي عاشوا من قبل الحرب الأهلية ما كيش عندهم طائفية وما صار عندهم طائفية صار في شوية طائفية بوقت الحرب لما صار في دبع على الهوية ومجزر الزعفر ومجزر التا تا تا فيه صير ردة فعل بس أهلي بالعمق تبعهم مش طائفية بالمرة أنا كنت طائفية بس كل هذه الخلفية جعلتك أن تذهب إلى إسرائيل وتصور فيلم الصدمة أنا شو بدي أعمل أنا يعني تصوري راح ليكي جزال المخرج عنده هدف واحد نجاح الفيلم ما بيقدرش يفوت بالمصادرات السياسية وكل هيدا يعني أنا ما عم بعمل سياسة وبنفس الوقت أنا كمخرج بخبص أنا بعفو أنه أنا بغلط لأنه نحنا عنا نطرف من الجنون لأنه متعصمين لهيد المهني يعني أنا اقترحي علي أن أروح صور الصدمة في مصر أو في الأردن رحت فتشت على أماكن تصوير ببيروت الكباركي بيروت تشبه تلقبيب رحت على الأردن على أبرس وعلى تولس رحت مع المنتج تبعي ما فيش ولا مدينة لأيتم بهال الأماكن تشبه تلقبيب طب بعدين أنا عندي ممثلين الفيلم يمثل في اللغة العربية والعبرانية شو بدي يجيب؟ بدي يجيب ممثلين مصاروي أو لبنانيين يحكموا على لكنة عبرية في شي مش زابط تصوري أنا صور وسط بيروت بقبل قاهرة أو تصوري صور زياد مشت رحت على الأرض ماذا شعرت؟ يعني أنت دخلت تلقبيب زيت الشي اللي شعرت هيدول اللي قصفوا سنة 82 بيروت الغصة في زلاعيمة لما فاتت فيها على تلقبيب زيت الغصة لما فاتت فيها على أشرفية زيت الشي نفس الشي نفس الشي وحيت الله نفس الشي طبعا التابوت جه الإسرائيلي أكبر من التابوت جه المسيحي بس صدقيني ما في كتير فرق يعني كانك عم تحكي بين يعني في الجنهوي مع معلة سكر أو في الجنهوي معل تبع المطار في تلقبيب ماذا حصلت؟ وقفوني احتجزوني استجوبوني وكان معي ورق أنه أنا من قبل الشركة الفرنسوية جايي صور احتجزت 4-5 ساعت بعدين أطلقوا صراحة فتتصور كما انت عرفت على الآخر لأنك يعني فيه ممثلين إسرائيليين فيه ممثلين إسرائيليين طبعا فيه كان هذا الآخر مشهد معه هذه الممثلة اللي معها لبناني وتدخل إلى فلسطين يعني الضفة اعتقد دخلت إلى الضفة فوتت على الضفة دخلت هذا ايه؟ نعم دخلت مع هذه الممثلة الإسرائيلي إلى الضفة هي تلعب دور الفلسطينيين كلها تنهيك كذبين بعدك بتحبني يا مين؟ استنيتك بس ماذا حصل؟ لا ليه ولا معه؟ انتو مع بعض مصدفات هذا الفيلم الغريب عجيب يعني بمعنى تصويره وموقع تصويره أنا كنت لازم انسى كل مشاكل تخويفة وكل شي لحتى ركز على الفيلم هلأ بعض الأفريقاء بقولوا بحطوا للسياسة وأنا مخرج سينمائي أنت صحفي هيدا بهندس هيدا تطيارجي عرفت كيف؟ الطيارجي بمر عندك عاصفة بده زي يخد الطيارة يبيسع على العاصفة ما كنتش أنا بقدر خلي لعاصفة اللي هي التابوة طبع إسرائيل تأثر على الفيلم يجب أن أحاكم كسينمائي مش كسياسي أيوه أخدت مخاطرة بعرفها من البداية مش هيك والدتي نصحتني وطارق متري نصحني ما تروح على السياسة إذا بدك تبوح انتبه كتوب رسالة وضح موقفك للجيش اللبناني كتبت رسالة كتبتها أني بعضتها عن طريق وزارة السقافة بالوقت كتبت وخاطبت الجيش عم قولهم أنا لأسباب فني متطروا على الأرض المحتلة بليز أعطونا نصيحتكم ماذا تنصحوني أنا بالانتظار جواب مر شهر شهرين ما إيجاني جواب والمنتج ناطر قال لي زياد لازم نروح أخدها بدبتها يعني كأنه قلت أنه عدم الجواب هو جواب إيجابي كأنه غض النظر بس أبلغت العالم أنا اليوم جزال هذا ذكاء قانوني هذا ذكاء قانوني هذه لعبة قانونية بس ولكن ليست خبيثة وبعدين أنا عارف في البراءة بالنهية أقوى من أي شيء أنا ما رح تتعامل مع العدو التعامل مع العدو يعني تتجسس على الضب بلدك يعني بتمرق معلومات عسكرية ولكن هناك قانون لبناني واضح واضح القانون اللبناني رح تكمل مواطن أمريكي لأنه ما اقتنع أنه أنا جاي أعمل فيه أنت بأحمل أيضا أجنسية الأمريكية الأمريكية والفرنسية واللبنانية نعم بوقتها رح بالباسبور الأمريكي طيب كيف كان لقاء أهل الضفة مع هذه الممثلة الإسرائيليين؟ استقبلوها بدي خبرك قصة فيه كان يلي يجي معي يعاوني اللي حتى فتش على أماكن التصوير بإسرائيل هو إسرائيلي كان يخاف أنا عندي رحت على كل الضياع العربية أم الفحم وشفى عمر فيه بشمال إسرائيل كله هذا المثلث بيسموه كل ضياع عربية تحت الاحتلال الإسرائيلي يلي يجي معي لحتى يسوق السيارة وكل شي هو واحد إسرائيلي كل مرة نوصل على الجامع لأنه أنا عندي مشهد بالجامع كتير كبير بالفيلم يخاف ما يفوت نوقف على الجامع التاني ما يفوت يوم الأيام رحت على الإمام طبع الجامع فلسطيني قلت له لك شايفوا هلا اللي قاعد بالسيارة هونيك إيتان اسمه خايف يجي قال له حاجة يخاف روح أحكي معه هو بيحكي عبران الإمام هو تحت اللحتي أنا قاعدت رحت شفته قاعد يحكي معه بابابابابابا بالعبران إيه جا يجي اتنين رجعوا قال له بالعبران إذا بتريد شيح سباطك قبل ما تفوت على الجامع فات على الجامع فاير جاي صار يفرجي الجامع طلعوا على الميلاني هيدا صار هيداك يرجف وحيات الله ما بنساها خايف بحياته ما حط أجره بجامع اخ جي ضيفه فجي لهوة حط جبله حلقوم وقاعد وصار يحكي معه بالعبران بقلب الجامع شي غريب عجيب صار يبكي قال لي أنا ما بعرف إنه وين عايش قال لي أنا بدي أطلع من هيدا الجامع وفتت على الشي 15 مليون فتش على الشي 20 جامع بالضفة بإسرائيل بقلب إسرائيل اللي حتنصور فيه بالنهاية صورناه بفلسطين لأنه الجامع بفلسطين بنابلوس كان بياخد العقل الزلمة تلبك كتير في مشهد تاني أنا ما بنساها في واحد ممثل يلي بالفيلم بالصد ما بيخرطش على الفلسطيني بقل له لا نزال بيحكيه بالعبرانة بس بالعرب هيدا موسل إجا من تل قبيب قلنا له بننصور على الحدود بين إسرائيل وفلسطين فالنصنا عليه بيت القبطي سكدر قبطي ساعدني هو إسرائيلي مني فساعدني فوت وأعمل العلاقة بين إسرائيل وفلسطين أنا هو فلسطيني بيقدري فوت الإسرائيل اليهودي ممنوع يفوت على الأراضي الفلسطينية ممنوع من قبل السلطات الإسرائيلية الفلسطيني يستقبلوا مين ما كان أهلا وسهلا ما فيش حاجة ولكن فيه قرمة كبيرة بتقول على مستعمرة أريئيل ممنوع على المواطنين الإسرائيليين اليهود أن يدخلوا إلى فلسطين إلا إذا كنت مستوطن ساعتها فيك تتقل بالمستوطن وإذا خط خاص إيجا هيدا لممثل إذا توني قبطي قال لي ساعة 19 قال لي زياد شو بقول له بتكذب عليه أنا راح أفوت بفلسطين قلت له زبط ليها مرق لي قطعوا بالمخفة لما وصل لما قطعنا الحدود تلفن لي توني قبطي قال لي هيدا ميت رعبة عم يعمل تحته خايف كتير عم يفوته على فلسطين قلت له خايف جرب أنا عبد نروح صور المشهد تاني يوم وصل الساعة 19 بالليل على الأوتيل بقلب نابلس يلي هي منطقة فلسطينية بحث عم يرجو والله العزيز قال رحت حكايته وكان كلنا فلسطيني بيحكوا عبراني معه فهدوا أنا ما تخاف أنه نحنا ما منعد الفلسطينيين ما بيعدوا رحبوا فيه كتير تاني يوم يجبوا يقد الدور دوره يخرطش بالأمس كستيل يحطوا براسه للفلسطيني كل الممثلين يلي لعبوا هن فلسطينية شباب بتلي وبتلي يعني وزاوز قال لي كيف بدي أنا أنا اتمرن على المشهد وبدأ يخرطش الأمس كستيل وحطه براسه للفلسطيني صاري خاف تصلت فيي المساعدة تصوير قلت لي عم يبكي كنا موقفين محطة بنزيني وحيات الله صار يبكي قلت له بدي نعمل التمرين أول لقطة تاني لقطة عملنا المشهد سبع لقطات عدنين بعد ما خلص المشهد حواطوا كل الشبيب الفلسطيني يعني معضلين تاتو وكذا صاروا يباوسوا صار يبكي أدامي قال لي أنا شو بقدر أعمل هلأ في ناس اتهموك بأنه هاي دي الطريق الأسهل إلى العالم شو حيات السهل المخرج اللبناني جزال ما كان معنا قرش شو بايك عم تحكي أنا وجوال ما كان معنا مصارل حتى نطعمي بنت الطريق الأسهل شو هذا الحك الفاضي بتعرف بتكري البخرج طريقه سهلي في العالم العربي مش دون أنت وين ما كان مش طريق مش معقول شو صعب لنقفل هاي دي القضية لنحكي عن أمور أخرى أنت في بيروت بعد خمس سنوات من خروج ألفين ستة يعني ألفين وطناعش وأنت رجعت ألفين وسبعة عشر كيف أقفوك بالمطار؟ أنت جاي من بهرجان فنيز معك جائزة لممثل فلسطيني طبعا كان محبوس سنتين بالسجون الإسرائيلي كامل وكان معتقل في سجون الإسرائيلي أنا من وقت الألفين وحد عشر عندما قامت الحملة ضد فيلم الصدمة رغم أن الدولة اللبنانية سادقت على خروج فيلم الصدمة صار في من جماعة هولي عملوا حشد مجموعة من اللبنانيين مجموعة كتير صغيرة على فكرة صوتهم عالي بس إن مجموعة كتير صغيرة يعني أنجأت شو قدين شوفيون عبر الميكروسكوب عملوا حملة ضد مع وزير الداخلية مروان شيربل تحت الضغوطات ما بدوش بشلي سحب الرخصة الفيلم حصلوا على ليلة الدنيا ومن يومتها يحتفلون بالجامعة الأمريكية بمكتبون وبين الظريف وشارع مقدسي إنه نحنا لايك شو حققنا نحنا منعنا فيلم زيادة دويل من يومتها أنا فتت كتير عبيروت رجعت شفت أهلي رجعت صورت فترة سنة سنة الـ 2016 صورت قضية رقم 23 مع رخصة من الدولة مع الجيش مع درك بسلوا بالفيلم مكافحة الشغب بسلت بالفيلم صورت بسكنت الحلو خلص الفيلم قطع لأنا دولة اللبنانية أخر هم زيادة دويلة جزال في عندك داعش وماعش وهذا هم المخرج هلأ دولة هلأ بدي تلحق زيادة دويلة يعني إنه عندهم مشاكل أكبر بكتير خلونه ما أطعت أطعت هيك يعني ذهبت إلى جهاز أمني وقلت أنا أريد أمني طبع ما فيك تصوري في بيروت إلا ما تحصري من رخصة من الأمن العام ماذا قال ما قالوا لي شيء أعطوني الرخصة بس أعطيتهم السيناريو قدير صدق 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 نطبع عن ختم صورنا الفيلم أنا مع عبل أخوري وعاد الكرم الملتقيت ناس أكبر ولا إطلاقا إطلاقا ما فيك تلعب مع الأمن العام أعطيتهم الرخصة طلعت سنة مش الحال ختم عطونا كل شيء إنه الجيش اللبناني عطاني طوافة صورت الفيلم رحت ربحنا الجائزة من 3 أيام هذيك الأسبوع أنا وراجع بشكل كتير طبيعي وخفت طلع في مصدر مطلوب مني طلب من كم أسبوع نحطت الشكوى لم يقال من هي الشكوى ولكن أحلت التاني يوم إلى المحكمة العسكرية بعد ما حجز الفاسفور اللبناني والفرنسي صرت أطلب منه يا جميع أقولوا لي شو هي التهمة بل بالمطار طب قلتوا عم توقفوني بشو هي قال ما فينا نقل كيف تعامل معك كان لائق جدا عاجل الأمن تفضل عود شو صار قلتوا لي أنت شو بتعمل أنا سينما وين ساكن في باريس تزوج كذا 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 قلتوا لي ممكن تقول لي شو هي التهمة لحتى توقفوني ما فيك ما تقول لي شو تهم قال لي نحنا ما فينا نحكي شي أنت الحالة تبقيتك تحال إلى القضاء العسكري مش القضاء المدني يعني في القضاء العسكري عادة يا إرهاب داعش أو تعامل مع إسرائيل بس تاني يوم رح أحلت أعادت استجواب طويل عريض في المحكمة العسكرية ما كانش مرتاح يا سيمي أنا جاي أعمل سينما لا تعاملت ولا تجسست ولا اشتري المهم صار في أسئلة كتير 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 وبالنهاية أخلي سبيلي وقالوا أنك بريء من كل قالوا أنه بريء بسبب غياب الوقت ما نقدم ما نجهل التي قدمت الدعوة ما أقدرت أعرف ما في يعني سري حدا أي إنسان في قد دعوة أي إنسان في كدسة على شخص تختلف للمخابرة الجيش أنا اسمي جزال خوري أو أنا اسمي كذا بديكوا أن تتحققوا مع شخص أصبوزياد دويري لأنه سنة 2011 فات على إسرائيل مخابرة جيش مجبورة تلحق البروستيورية على كل حال يعني الرؤية لهذا الفيلم قضية رقم 23 تتحدث عن مجزرة الدمور عن عقلية المسيحيين في الحرب لماذا يكرهون الآخر أنا أعتقد أنه التوقيفي اللي تشكي علي هي ليس لفيلم الصد سنة 2011 لأنه انطوّت الصفحة حصلوا علي اللي بدوا إياها بالجماعة أنا بفتكر فقط لغير أصدر هذه الشكوى ضدي يومين قبل خروج فيلم قضية رقم 23 بسبب قضية 23 هذه الجماعة التي منعوا الصدمة هنين ما بدون يعني هنين الذين لا يريدون أن يكون لهذه الفئة من الليبنانيين اللي حاربت أن يكون لها صوت صح خاصة صوت فني لنعود إلى زيادة دويري يعني إنسان بيتخرج ويذهب ويكون مساعد تصوير مع تارنتينو لا يمكن إلا أن يكون له مشهد أو قصة مع هذا المخرج العظيم والغريب أعتقد هل من قصة هل شاهدت على شيء ما في تارنتينو عندما يصور صار في حادث أنه كنت أنا مساعد تصوير وكان في لقطة صعبة مع هارفي كايتالي اللي هي نهاية الفيلم كان حتى عدسة طويلة ما كنت عم بقدر أعمل لها فوقسة مثل ما بقوله فعمل لي أول تجربة صار يبكي بالمشهد هارفي كايتال بآخر الفيلم قبل ما يقتلو لشريكو بالفيلم غلطت أنا فيه بس كان مشهد كتير صعب رجعت طلبت مني يعطيني مرة تانية غلطت فيه لما غلطت فيه تاني مرة رحت على كونتنو ليه كونتن بحاجة ارجع عاملو بعض مرة واحدة راح كونتن قالو له هارفي كايتال زياد غلط ممكن تعطينا لقطة رقم تلاتة أخد كل شي فيه أضوية هذا وكسرها قلتلو كونتن إذا بديد أعطيني بعد مرة واحدة يخليني جربة وزبطت بفتكر كان أكتر يوم صعب علي بفترة تانية سنة الواحدة التسعين أنت اليوم تخرج سيريز كتير مشهورة في فرنسا ماذا أعطاك تليفزيون بعد كل هذه الأفلام في السيلمات التليفزيون صار لفترة عم اشتغل على مسلسل التليفزيون لأنه مكتوب بشكل كتير منيح بس أنه عملك مستوى الكتاب كتير كتير عليه أنا حابب أنه بلبنان يطلع مستوى الكتاب البارونوار هو كشبه شوي هاوس أوف كارس هاوس أوف كارس على الطريقة الفرنساوية على الطريقة بيحكي عن كل الطعنات الظهري اللي صارت بالحزب الاشتراكي بفرنسا كيف هبط الحزب الاشتراكي يعني حقيقة هو تاريخ لهذا الحزب وكيف انتهى من بدايته لإنهيار طبع 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 قبل ما انقتل رئيس رفيق الحريري ولكن هو يعني مزج بهالبيقتين اللي اليوم عم نعاني منه موضوع يعني الانتجرسيون أو الاندماج للمسلم أو للعربي في المجتمعات الأوروبية هل هي قصة شخصية أيضا؟ ليكي يعني هناك صدمة عندما زهدت قرية المتحدة ما كان في صدمة ولكن كان في يعني أنا اليوم بيعتبر حالي عم بلعب مش عم بلعب عم بنتقل من المجتمع للمجتمع عيشت من المجتمع اللبناني والمجتمع الأمريكاني 18 سنة وهلأ وهلأ عايش بالمجتمع الفرنسابي يعني على طول ما فيكش تتقبس كل شي من المجتمع بتضمي على الهامش حتى في لبنان أنا شوي على الهامش أنا بندمج مع المجتمع اللبناني بس مش مية بالمية أصدقائي اللي أكتر شي بتعرف عليهم هني كمان عندوا نوع من الملتيكولتوريزم يعني منهم تنوع الثقافة منهم لبناني بحت يمكن اللبناني هكذا أيضا يمكن اللبناني عامة بشكل في عندي كمان لبناني تيبيك أو البيروتي إيه إنه لما عشت 18 سنة بأمريكا أقلمت مع المجتمع بس مش مية بالمية على طول عندي نظرة شوي من الخارج بفرنسا زيت الشي ولكن أقرب سقافة اللي هي بتضمى سقافة لبنان ليش لأنه عشت فيها من الطفولة للمراهقة هي الفترة الأهم شي لكن ليش للا أديسة لماذا هذا الموضوع لأنه حكين كتير موضوع للا أديسة هي الخلطة بين الشعوب والسقافة والجنس نحن عنا مجتمع عربي قامع للحرية الجنسية وقامع للمرأة يعني المرأة العربية لما تتحرر وتوصل للسلطة هيدا حلم لألي بفتكري يمكن نتحسن وضعنا كتير ووصول المرأة إلى الحكم إلو دخل كتير نوعا ما من التعبير الجنسي نحن مجتمعاتنا بتقبع جنسيا جدا وبعد لبنان أحسن البقية أنت كسرت محرمات كسرت محرم التطبيع مع إسرائيل إذا سسميني تطبيع التطبيع جزان كلمة كبيرة التطبيع تصبح بين دول بين مؤسسات بين وزارات التطبيع لما يدخلوا الدولتين بنقاش مثل أردن وإسرائيل مثل مصر وإسرائيل ربما فتحت النقاش على هذا الموضوع بس التطبيع فرد فرد بيعمل تطبيع لا بتوافق معي ولا لا هل التطبيع هو شخص؟ أنا أقول أنه أنت أهم شيء أنك تحت النقاش بهذا الموضوع وبهذا القانون الموجود في لبنان من جوة من جوة أنا بفتكر ما لازم تهرب من العدو هذا هبل بدك تدرس تغطي العدو لازم تدرس عبراني وتحضر في سينماء وتقرأ كتبهم ما فيكش بس كل ما تكون فيه تجمع وفيه قافل إسرائيلي يتهرب يا رب تجي في عينه أنا ضد هالفكرة هيدا المحرمات سبعة شوية أنا اللي بفتكر أنه إذا بدك تضمك تهرب من الإسرائيل هو عم يستفرد بالساحة صارت قصته وعم توصل للبجتمع احنا عمش عم توصل شو بتعلي بكرة إذا رفع أثقال اللبناني رعى للأولمبيك وربح الميدالية الدهبية والميدالية البرونزية بتروح لوحد إسرائيلي شو بيعمل اللبناني بينزل المتاسب ويقول ما بدش أخدها أو إذا بالأولمبيك أو بالمبارات العالمية لبنان وصل للنهاية مع إسرائيل بيهرب بيترك مش معقول هبل هيدا أنا بنت زهبت عنده من الأولاني أي محرمات كم واحد بيحكي عبراني باللبنان ليه ما بتدريسي لغة العدو ليش إدوار سعيد عمل مع إدوار برنبا عملوا سامفونيات وقاءوا هون الممنوعة في لبنان ليه بس كتب إدوار سعيد كتب إدوار سعيد توزع من قبل شخص في لبنان دار نشر أكتر واحد حامل نشرة علي حامل حاملة علي بتعفيها الشي طبعا مع إدوار سعيد تعامل مع الإسرائيلي حكي معه أنا نمت عنده ثلاثة أيام عبد المعيمون بس زياد أنت يعني كسرت المحرم مع المنطقة الشرقية غسرت المحرم مع إسرائيل كسرت المحرم مع المجازر من حكيت عنه وحكيته بفيلمك الأخير كسرت المحرم عن وضع الجنس واختلافه بالثقافات أو بالعالمين الغربي والشرقي شو بقيت ماذا؟ بدي ألاقي لك محرمات جديدة ببعش المحرمات جديدة على طول في أكيد عم بتفكر بس بدي أقلك شغلة جيزان وحيت الله صدقيني بكتب أنا وجوال تومك تقريباً كل قصصنا ما بقعد صدقيني بقلك إياها ما بقعد وراء الكمبيوتر بفتح اللابتة بقول تعفج روال اليوم بدنا نستفز هيك شو رأيك؟ اليوم بدنا نحن الكاتب ما بيعود مع هدف لحتى يحط أصبعه على الجرح الأصبع على الجرح اللي ليس هدف يمكن يكون هي نتيجة الشغل تبعيك لأنه منتحمس لهذه الأضايا ولا مرة أعادت وكتبت إن كانت واس بيروت وخنقت كتير خنون على واس بيروت لأنه مسبيت وما مسبيت تعفين هذا ما كانت تصير بالسلام صنع نوع عندما خفيف لأنه أنا دبي خفيف لأنه أنا ما عندني أعاطلة ما عندني أعاطلة جيزان أنا ما بقعد وراء الكمبيوتر لحتى أفتح المحرمات أصدر لأنه هيدا بتجيب لدعاية أنا دفعت تمن كسر المحرمات تمن كتير غالي ما بعمله لأنه التاريخ طبعنا أنا وجوال تاريخ معقد كتير عندنا كنز من كل جيل الحرب طبعا مثل جيلنا عندنا أصص رهيب صحيح مش هيك صحيح سنير أصير عنده أصص عكتافه كتير أنت عندك أصص كتير صحيح عندنا أصص كتير أصصنا مش مثل أنه أنا أي سنة بدي روح على عطلة بجزيرة أو بدي أطلع ما نفكر عنا أصص أكتر بكتير بين هيك يعني أنا حتى بفرنسا بعض الوقات بحاجة أرجع على بيروت هد المعاناة اللي عنايت هلأ كانت كتير صعبة لأيلي قرفت قلت تعرف شو؟ بديش بقى أرجع على لبنان خلص شو كل مرة بدي أعمل حروب بعدين تعرف شو؟ قلت أنا راجع قبل ما قبل ما أولى مش راجع راجع بدي أعمل فيلم الجاي هون بالقوة بدأ عامله حلو ما عند فكرة ما بعض شو بأرجع قبل ما أقول أكيد زياد غيري شكرا لوجودك معنا ببرنامج المشهد على البي بي سي طبعا تتابعون هذه الحلقة على الصفحة الخاصة للفيسبوك والتويتر لهذا البرنامج وكل أيام الأسبوع في الإعادات وعلى اليوتيوب شكرا شكرا